طيب المحاضرة ده نتكلم عن الركيرسف فونكشن والركيرسف فونكشن دي فونكشن عادية يعني بس الفكرة ان انت بدل ما تبدأ تنفذ الفونكشن دي وتكتب الكود بتاعها بسطور كتيرة طيب عايز ان انت تقلل المنتشن بتاعها وتخليها بتقلل الكود بتاعها بان انت تخليها تنادي نفسها ركيرسف فونكشن يعني فونكشن بتنادي نفسها طبعا اكيد فكرة أول ما اقول فونكشن بتنادي نفسها هيبقى هتقى في امتى فطالغة لازم طبعا نكون فيه سطوبين كوندشن ف forts بتنادي نفسها بس بيكون في سطوبين كوندشن بتجى عند وقع عندكنديشن معين بتبدأ تقول لا لو كوندشن ده حق خلاص بقى انيه هخرج من الفونكشن طيب وطبعا اكيد طالما هي بتنادي نفسها فمش بقولها خليها تنادي نفسها بنفس البرامتر فكل مرة البرامتر يتغير تمام طيب المبدأين بس الراجع الفونكشن بتاعتنا لو كان عندي فونكشن بسيطة اسمها سيمبل في المين في فونكشن هنا دي وفي الاخر مثلا هاجمع البي و سي حضها في ودي الفونكشن فونكشن ما بتعملش حاجة بترتيرن وانافرة حتى بترتيرن زيرو فاللي هيحصل ايه ان انت اول ما تدخل من مين هتقول جنب انت لينك سيمبل يعني روحلي للمكان اللي اسمه سيمبل بس قبل ما تروح خلي ريتيرن ادرس فين فيه السطر اللي بعد تمام وبعد كده هيبدأ يروح على اللابل هيلاقي اللابل فيه موطفر الامل المنتشن بتاع السيمبل بس في الاخر هيعمل جنب ريجستر ريجستر ايه يعني روحلي بقى بعد ما تخلص الامل المنتشن روحلي للمكان اللي اسمه ار ايه يعني كده خلصت كل حاجة ابدأ بقى رجع ايه هناك في السطر اللي بعد كده تمام فكلا انه عمل برانشنج يعني طيب لو هو عايز يعني لو عايز يعني في الحته دي بيقولك ايه ان انت لو اول ما اعملت ا molto انا عملت شامبressed نعمى ان انا بخلي ريتيرن احدرس بيساوي البروغرام كامنتر زادällt اربعة او خلي ريتيرن احدرس تسوي هنا مش موما بروقرام كامنتر بيقفين بس انا بعرف cicandid اسمه r ايه او ريتيرن ادرس بيشيل الادرس بتاع النستراكشن اللي بعد ملوم بروقرام كامنتر زادة اربعة وبعد كده بيبدأ يروح للسيمبل او بروح للليبل اللي بعد كده وتبهر هو عنونه فين بعد ما بيخلص خالص اول ما بقول jump register r a بيبدأ يخلي program counter بيساوي قيمة r a طيب ده اللي بيحصل فعليا يعني طيب ايه بقى ده ده مراجعة خليني اخد مثلا مثال على function ممكن اعملها من غير recursion وممكن بعد كده نشوف ازاي ممكن اعملها بال recursion عندي مثلا function زي كده اللي هي الفاكتوريال تمام مبدأين الفاكتوريال لرقم يعني فاكتوريال بتاع n ده معناه انه هو بيساوي ال n دي مثلا بيساوي ال n في n-1 في n-2 لغاية n-2 لغاية لما وصل للواحد او لما وصل للزير لغاية لما وصل للواحد وبقف لما ال n بتساوي 1 طيب مش فهم افرض مسلا عايزة اجيب الفاكتوريال بتاعي على الرقم اللي اسمه 5 اوكي فاكتوريال بتاع الخمسة هي ساوي خمسة مضروبة مضروبة فاربعة مضروبة في ثلاثة مضروبة في اتنين مضروبة في واحد طيب مدينة رقم تاريبينة 320 اوكي فده الفاكتوريال بتاع اي رقم انت بتضطر ان انت تمسك الرقم اللي عندك وتعمل بكاونتر اسمه i كل شوية الكاونتر ده بينقص وكل مرة باضرف في الرقم ده يعني لو فرضنا ان انا عندي ال n بتاعتي وانا بدأت من عنده خليت ال i بيبدأ من ال n اوكي كل مرة ها مينس ال i بواحد لان انا اقول خمسة اربعة ثلاثة اتنين واحد وهقف اول ما ال i تكون اكبر من الزيرو وكل مرة بعمل ايه باضرب ال i الحالية في واحد بس بدأت ان ان الدرب عندي بواحد خلاص عندي خمسة اضربها في اربعة اضربها في ثلاثة اضربها في اتنين اضربها في واحد لغيت لما ايه كده فهيديني في الاخر الرقم ده هروتنل اف طبعا الفاكتوريال دي انا اعتقد على ما اتذكركم ان احنا عملناها في فيديو ممكن يكون حتى في فيديو ريفيجن بس ان احنا طبقناها بالأسيمبلي بس يعني ما فيش مش كده لو عايزين ديتين بس كده نكتبها الكود بتاع الأسيمبلي بتاع الفونكشن دي اولا بتعرف الفاريوز اللي انت تحتاجها عندك طبعا انا متأسيومنج ان في حاجة قبل الفونكشن انا ببدأ بالفاكتوريال عطو ليش دعوة من اللي ناداها وتنادتها بالبرامتر زي كده انا معايا فاكتوريال والمفروض ان انا ضمنيا كده عندي البرامتر بتاع اللي هو الA0 فيه الان طيب الرقم ان انا اجاب الفاكتوريال اعرف فاريابل اللي هو الاي اعرف الاي اعرف الاي وهتخليه مثلا بيتساوي ان بيتساوي الA0 واعرف الاف اخليها بتساوي واحد اه واعرف وطبعا معايا ريجستر اللي اسمه 0 فاندوقتي اول حاجة عملتها ان انا عرفت البرامترز اللي انا محتاجها اللي هي الاي والاف والان نشي ابدأ اعمل ايه عايز اعمل فور روب فاعمل فور واقف الاخر اعمل جي فور دي انا ايه ازاي باعمل اللوب يعني طيب هكتب هنا الان او الحاجة اللي بتخلينا اخرج من الفور ان الاي مسلا تكون اكبر من لو الاي اكبر من الزيور هاروح للايه للابل اللي هو ضن اجا اكتب هنا كلمة ضن تمام طبعا انا عارفة ان اكبر ودي ان فهمنا يعني اكبر يعني ستلزان بس اخلي مثلا ستلزان اخلي ان الزيور هي اللي اقال من ستلزان الزيرو وي والاي اللي هو ال اي زيرو تمام والناتج هحطه مثلا في نوت ايه حاجة طبعا انا متخلا اللي انا بقوله ده تماما اعمل بس طبو كوندشن وهخرج لو كان كوندشن بزيرو يعني رزلت مش بواحد او كوندشن ما تحققش يعني هخرج للضن غير كده غير كده انا هعمل ايه هعمل ان ال اف هضربها في في الاي هعمل ملتبليكيشن ملتبلاي ال اف في الاي مين ال اف ال اف دي اللي هي خلينا مثلا نورد حطت في ريجستر اسمه اس زيرو انا هضرب اس زيرو هضربها في الاي اللي هو الاي زيرو اوكي وبعد كده هعمل موف فروم لو هاخد الريجزة تحطها في ال اف يعني الريجزة تحطها في ال اس زيرو طيب خلص انا كده عايز اعمل بقى السطر بتاع ال اف هاقول له ريتر اف دي معناها ان اله هاو الغد هنا انا تمام خلصت الفور ماشي عايز اوصل بقى الريجزة تير ده الفونشن يعني انا بعملها سريعا بس اتمنى حتى ان هي ايه لو ما كنتش تقولتها قبل كده بقدينها تبقى واضحة بعرف الفاريابلز بعمل فورلوب بعد كده بكتب الرتير يعني بعرف الفاريابل اللي اسمه فيه 0 هو هيتحط فيه ايه بالزبط وبعدين بعمل جامب ريجستر ار ايه طيب لو انا عايز اطبق وهنا بيقول لي ان الفكتورة للرقم للرقم النجاتف غير معرف طبعا ده حاجة بس كده انت ومتشغال يعني اللي هو ممكن الان تبقى دخلالك رقم بوزتيف ممكن تبقى دخلالي نيجاتف ممكن يبقى زيرو ممكن يبقى واحد يعني فيه شوية سبيش هالكيزز كده المفروض تعملها يعني مش اي كود انت بتعمله يبقى هو ده بتاع الفكتورية لازم تحط F condition كده في الاول لو كان ال I لو كان ال N بنيجا ده فضبنيا بس هنا ضبنيا لازم ابقى عارفة ان الفكتورة بتاع الرقم السالب بnot defined يعني ما ينفعش اجيب فكتورة بتاع الرقم السالب فممكن اقول الفكتورة بتاع رقم السالب يعني اعمل كيس ان لو حصل وان ال N اللي كانت دخلة كانت رقم سالب ساعتها print message او اي حاجة او اي حاجة او ارترني حاجة انا متعارف عليها ارترني zero او اي حاجة طبعا السطور دي اللي بتثبت ان ازاي الفكتورة بتاع رقم سالب undefined بس تمام يعني مسلا عندي فكتورة بتاع 5 عبارة عن 5 فاتغة دونين فواحد الي هكذا هو ستو باردي آر soci 20 على الرابعة الي هي فقتوراye بتاعة اربعة وح Nasıl انت عايز هكذا يع SAL London فا هو عبارة عن فكتوراية لها الن بلاس ون على الن بلاس ون فان انا ساتنا بتاعة 1 فلrine اج через فكتور افكذاية 1 ل skaEka a F5 هيطلع هنا بواحد فواحد على واحد بواحد يبقى الفكتورية بتاع الزيرو ماله بواحد ففي فكتورية للزيرو طيب لو عايزة حط نيجا تبقى معايا سالب واحد عايزة جاء الفكتورية بتاع عبارة عن اننا سالب واحد هجمع عليها واحدة هتبقى زيرو والسالب واحد هجمع عليها واحدة هتبقى زيرو فمعايا هنا فكتورية للزيرو على زيرو فكتورية للزيرو بواحد لكن الزيرو ما نفعش هقول واحد على زيرو وقص على ذلك اي حاجة تقولها بعد كده يعني لو قلت سلب اثنين يبقى فكتورة الواحد على الواحد فكتورة قصد السلب واحد يعني مثلا فكتورة للسلب اثنين عبارة عن سلب اثنين سلب اثنين اجمع لعليها واحد وعدين عشان تجبل الفكتورة البتاحها والتحت هيبقى السلب اثنين زي قد واحد برضو بس من غير فكتوري طيب الرقم ده البسط عبارة عن سلب واحد سلب واحد فكتوري لان انا عايز تجيل الفكتورة البتاح سلب واحد لانه سلب تنزل اثنين كده وهنا برضو سلب واحد احتمع اتفاقنا ان الفكتورة بتاع السلب واحد اصلا بايه بنود ديفايند اب واحد على زيرو كل ده على السلب واحد طبعا مقام المقام بسط هيساوي واحد على زيرو واحد على زيرو هي سالب واحد اللي هي واحد على زيرو اللي هو يبقى undefined برضو فمهما انا عملت فانت دايما الرقم اللي هو الرقم اللي بكون سالب الفكتوريال بتاعه بكون نيجاتف طيب ده بس ايه هو الفكتوريال وازاي نطبقه من غير وازاي اصلا وهنت ان الفكتوريال اللي الرقم النيجاتف مش موجود عايزين بقى ندخل الفكتوريال ازاي ممكن نعملها بالركيرجل طيب هو طريقة تاني الفهم الفكتوريال منتعر هذا القاب separ sino ان الفكتوريال الخمسة عبارة عن خمسة فكتوريالالاربعة يعني الفكتوريالالوالاربعة كان كامب اينيفية 24 24 في الخمسة يديك ايه مية وعشرين اللي هو بتاعنا طيب الفكتوريالالأربعة عبارة عن الاربعة في فكتوريالالتلاتة فكتورالالتلاتة عبارة عن تلاتة في فكتوريالالتنين اتنين عبارة عن اتنين في فكتورة الواحد ولو انا أعيزة جوться every Carolina hit atl fic,ино عشان بس يبقى دي لستوبك كونديشن ان لو الان او الرقم اللي انا عمالة كل شوية غيره كان بواحد يبقى في الاخرى هرترن واحد وخلاص عارس طبق الحاجة دي في هاي ليبل كود هلاقي فاكتوري للاكس او الان ببدأ اسأل اول لو الاكس بيساوي واحد دي لستوبك كونديشن متاع الكرشن لو الاكس اكور واحد هرترن واحد طيب غير كده هرتر اكس في فاكتوري للاكس موينوس وان يعني شوف انت الاكس بتاعتد دي وقت الكامل لو هي لو هي باتنين مثلا فانا هقول فاكتوري هرترن اتنين في فاكتوري الواحد طب لو هي بعشرة يبقى عشرة في فاكتوري التسعة هاجه هدخل طبعا انا جدا بنانت الفانكشن فارجع تانية انا دي الفانكشن كنت الاول دخلها بعشرة فهدخل هلاقي اقول انا عايز فاكتوري التسعة فهاجه هشوف الاكس بواحد لا ده بتسعة خلو هسيب على تيرن تسعة في فكتورة التمانية وهكذا هاجف مرة الاكس دي عملها تنقص هيبقى واحد فهرجع واحد بعدين هرجع الواحد دي اللي هتطلع هضربها في الاتنين اللي كان جنبها يعني هاكوميلات يعني هاكوميلات الكولينج كتير بعدين ما في الاخر هضرب هي عشرة هضرب عشرة في تسعة في تمانية في كذا لغاية الموصل الواحد طيب ده ده ازاي انادي الفكتورة بالركيرجن وده بالهاي ليفل عايزة اعمل الكود ده بالاسمبلي طيب اعتقد يعني ان احنا لو بصينا بس الكود كده هنعرف نعمل طبعا الكود ده 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 كده هتلاقيه مكتوب بشوية سيودوينستاركشنز طبعا احنا هنحلّه بتطريقنا او لو قابلنا اي إينستاركشن مش فاهمنها ممكن يا ام Whereas Scalibs إما ان انا اشرح لهكو اقول لكو دي جماعت من اي بالح примерноyor تماما طيب ده ده الده ده كود بتاع الجابل دخلك ن تشرف ال ون بتسوي الواحد ولو لا بترترن غير كده بترترن ال ون في accred entitled ال-n و-1 هو مبدئيا بس فأنا مش أخسر حاجة لو لقيت أن أنا أقول ممكن أقول أقل من أو يساوي الوحد يعني ما أنا ممكن ال-n أصلي بقى تحليل سلب 10 فأنا ممكن أقول لو الفاكتوري لو ال-n أقل من أو يساوي سلب 1 أقل من أو يساوي الوحد خلاص دايما رجع الوحد عشان بس أنا مش عايز تديني تدرب يعني أو تحطها في f الوحدة براحتك المهم أن أنا ممكن أحط ال-condition دايما يساوي أو أقل من أو يساوي خليني أفترض أن أنا بشكل ما يعني دات ال-function أصلا given أن ال-n بوصدف كنت عملت f-condition أصلا قبل من نادل ومتأكد أن ال-n داخلها بوصدف عايز تعمل إيه أقول عايز أكتب f-n equal equal واحد أعمل كذا غير كذا طيب مبدئيا دي الفكتوريال ودي jump register r-a تمام فاللي جوه ده إيه ال-implementation ماشي؟ طيب أول حاجة عايزين نعملها إيه؟ عايز أقول أقارن ال-n بيساوي ال-1 ولا فمبدئيا أنا عايز أحط ال-1 دي في register عشان أبدأ أقارن بيه سامحنا بس عاب نعمل كده فحط ال-register اللي اسم واحد أحطه في ال-t zero فال-t zero دلوقت شايلة إيه؟ ال-t zero دلوقت شايلة واحد طيب عايز أقارن بقى ال-t نوت دي بال-n أو بال-a zero فأبدأ أشوف ال-a zero وال-t zero ما لهم هم متسويني بقول branch not equal branch not equal معلش كده دي مطلوبة branch greater than بس متشغلش بقى لك يعني فbranch not equal برانش not equal branch not equal a zero وال-t zero وال-else يعني لو حصل وأن ال-n ثلاث ما بيستويش واحد روح لمين؟ روح لل-else طيب افرد يعني بشكل ما كان حصل مرة وال-n كب واحد مش هيروح لل-else ويبدأ ايه؟ ينفذ الكود هيعمل ايه بقى؟ بيقول له return 1 return 1 يعني خلي v zero ما لها خلي v zero بواحد اوكي؟ فadd i v zero بواحد وبعد كده عمل jump register r e دي لو أنا عايزة بس أتخيل الكيس special case بتاعت أن أنا عايزة return 1 اوكي؟ طيب لو حصل وجف مرة كده ال-n بعشرة او بعشرين او بخمسة او بثلاثة وحاجة فأنا ساعتها اوصلا روح تاخلي على ال-else اوكي؟ لما جاتها على ال-else هلاقي اني موجود في ال-else بيروح قيل ان ال-n اطرحها لي وبعدين نادل فكتوريال وبعدين اضربها لي في ال-n وبعدين return واضح طبعا فاهمين طبعا أنا بقول ايه؟ يعني أنا ال-n بطرح اوكي؟ ال-n دي بطرحها بطرح منها واحد وبعدين بنادل فكتوريال وبعد ما بناديها بشوف اللي يرجع عصلا والنفرد b-0 ابدأ اضروف مين في ال-n وبعدين اقول ال-n نهائية هي هي ال-n نادل فكتوريال عايز اطرح الاول حاجة لان تبقى انها مينوس واني يبقى ال-a0 اد ال-a0 وال-a0 وال-a والمينوس واني اطرحي من ال-a0 و-s واحد طيب بعدين عايز اقول جنب ريجيستر فكتوريال يعني ايه اللي حصلت دلوقتي انا دلوقتي ال-a0 اللي هي المفروض برامتر اللي فونكشن هتنادى انا عرفتها وخلتها ايه مينوس واني خلاص هيبدأ نادل فونكشن هيفها يروح يبص على قامة ال-a0 هيلاقيها بايه مثلا بالرقم ناقص واحد طيب نادل فونكشن يعني في وقت من الاوقات هيخرج من الفونكشن لانهو في مرة من المرات ممكن يوصل للواحد تمام بعد ما نادل فونكشن اللي يحصل هيبدأ يضرب الناتج في n فانا عشان اعمل الضرب بعمل ايه بعمل ملتبليكيشن ميو اللي تي اللي حاكتين في بعض ايه هما ال-n اللي هي اعم نسميها خلي دي خلي دي اعم بضرب حاكتين في بعض اللي هي ال-n القديمة مع ال-n الجديدة اكي اه خليني مسلا نقول ال-n القديمة اللي كانت دخل خالص اعم ممكن انا اسايفة بفرية والهنة يعني احجزها واقول ان الاد احجز الان القديمة قبل ما تضطرح او ممكن اصلا ماشي او ممكن احجز الان القديمة في تي واحد مصلا لان زي ما انتم اخدين بلكم دلوقتي انا 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 عايز اقول فكتورة الان في ان طيب ما الان انا اصلا طرحتها وحطتها في ال ازيرو فازاي بعد كده اجا اقول ال ازيرو في ازيرو مفروض ان انا اقول ازيرو في ازيرو ازيرو اللي هي ازيرو اللي هي ازيرو اللي هي اصلا معروفة فمش هينفع لان لازم اكون شايلة قيمة ال ازيرو في حاجة فخليني افترض ان كان في سطر هنا هو ان انا بقات في بخلي ال تي زيرو بتساوي ال ازيرو قبل ما ملاها واروح عاملة هنا ملتوكليشن لمن ال ازيرو بمية عالة ازيرو بعد ما عملت ضرب الناتج هحطه فين هحطه في ال ريتيرن يعني هحطه في ال في زيرو فهقول اد ال في زيرو و ناتج الضرب سوري اعمل موف فروم لو موف فروم لو ناتج الضرب هحطه مين في ال في زيرو اوكي وبعدين ساعتها اعمل يبقى مبدئيا بنادي الفونكشن اوكي ببدأ ان انا اكتب الليوة بتاع الفونكشن بعدين ببدأ اعرف الفارئة والزيلينا ممكن احتاجها اللي هو اللي هو هنا اللي هو انا عايز اقارم مرة لاني بيتساوي واحد فهعرف اللي احط الوحد دفق في ريجستر اللي هو تزيرو بعدين ابدأ اعمل و لو حصل ما تنفذش هروح للالس لو تنفذ هبقى موجودة هنا هنا بيقول لك ايه بيقول لك ان واحد ف يعني كاني بعرف الفي زيرو بقول حط فيها واحد بعدين بعمل هاجي ادخل في الالس هلاقي ان الالسي بتقول لي اعمل لي لان ترحالي وبعدين اجيب لي الفاكتوريال وبعدين مهم فده بس الفاكتوريال في حالة الريكيرجين حتى وقتنا هذا احنا ما عملناش هندلينج للستاك يعني انا ما عرفش ايه هي الفريابل اللي احنا استخدناها هنا وانا ممكن اعمل لها اوفر رايد يعني زي الاس زيرو دي انا دلوقتي خليتها مينوس ون فممكن هنا احتاجها وممكن بعدين في الكود هنا احتاجها فانا لازم اصيبها الفريابل لو انا عارفة ان انا ممكن اعبد الفريابل فانا لازم استخدم يعني في حالة ان انا هعمل الفاكتوريال بالريكيرجين بالستاك يبقى انا لازم اعرف ايه الفريابل ان انا اللي هي بتعدل طول ما انا شغال في كود لو ركزنا شوية هلاقي ان جامب ريجيسر ر ايه وجامب ريجيسر ر ايه يعني يعني روح للر ايه وهنا اقول له روح للر ايه فانهي ر ايه اللي بقى اللي هروح لها انا ممكن هنا اكون دخلت هنا اول حاجة فخليت لر ايه لو انا في المين مثلا ودخليت لر ايه عن سطر معي انا قلت له روح للر ايه مهم هاجف مرة هيدخل من دمن سيدخل لان انا بقوله jump factorial هيلاقي ان برضه بقوله jump register RA فهو هيروح للفونكشن اللي برا ولا هيعمل ايه طبعا انا ما ينفعش يخرج برا اللوب دي طول ما انا ما خلصتش فاللي بيحصل ان ال register RA ده محتاجة ان انا اسيبه كل مرة بحيث ان هو لما يجي يدخل في الفاكتوريال اللي بقى انا عارفه هو بينادي على اني RA بالزبط فالحاكتين اللي انا محتاجة اسيبهم في ال stack هما ال A0 وال RA تمام فانا بحجز في الميموري عايزة احجز مكانين ففرضنا ان ال stack pointer مواقف مثلا هنا تمام فانا بقول لل stack pointer اعمل حسابك ان انت هضيف لك ممكن انت كيف مرة اضيف لك اتنين elements وبالتالي هقوله ان هاد اي بسالب واحد يعني هخلي ال Sb بفين يجي وقفل ما عرفش بقى ان انا ممكن نديني رقم كده يكون مثلا ونفرده 28 تمام وخلي ده 20 يبقى انا اطراحي 8 منه فال Sb بقى هنا انا بقول له شوف ال stack pointer بايه واجمع علي عليها 4 وحطلي ال A0 في المكان ده فانا اجي حط ال A0 هنا طبعا انا مقولتش ال stack pointer اتنقل انا مقولتش اتنقل انا بقول اجمع علي علي قيمة 4 وروح للمكان اللي هناك وحط في ايه بلود بلود ال stack pointer او الحاجات اللي دفتها في ال stack pointer بس طبعا برجع بالعكس يعني انا مثلا 0 بقول له يعني 4 4 0 بقول له 0 4 اوكي و 4 0 والي 4 كده A0 وهنا R A وهنا R A0 طبعا اللي حاصل هنا ان انا اخدتها لكم ان انا يعني انا عايز انادي function انا عايز انادي function هنا فال function ما بتاخدش حاجة غير A0 اوكي يعني عايز اقول انها تاخد برامتر فلازم تسألني ايه هي ال A ال A node فانا قلت له هنا ال A node ما لها اعملتها لي minus 1 طيب انا دلوقتي لو عملت لها minus 1 ففين ال A الاصلية اللي هي ال A دي اللي انا هيجي في مرة احتاجها فالمفروض اكون جت في سطر هنا وسيفتها في ال A في ال T1 قلت لها كده add ال T1 حطي في ال T1 ال A0 A00 تمام فهو مفروض في سطر هنا نقص اوكي طيب بعدين انا كده عرفت ال T1 هاجيب اقول له ال T1 دي انا لو سمحت تسجلها لي عندك في memory لان انا هبدأ انادي بشكل بشكل iterative لل function وبالتالي ال A0 هتفضل في تغير فانا محتاجة اسيف لما اجي اعمل load هلود الحاجة دي في رجستر تاني دي اعمل رجستر في R ايه عادي لكن دي اعمل رجستر لودنج في T1 بعدين هرجع ال stack يرجع مكانه تاني minus او plus 8 يرجع مكان مكان وبعدين هو كده كده يروح ال instruction اللي بعدها مثلا يبقى 28 هيرجع لل ممكن بقى يعني هيتغير بقى استيقى الفكرة كلها ان انت بت initialize register او بتحجز ال stack وبعدين بتستظيم variables تملاها صور وعدين بتعمل loading بين variables D ثاني وعدين بتعمل add اوكي طيب بس دي كانت الفكتورية بالركيرجن وال stack اوكي هنحتاج بس نخزن في هنحتاج بس نخزن في في ال stack اتنين برامترز ال A0 وال R A دي بس معلومة هنا تانية وهو ان افرد مثلا ان انت كان ال n اصلا بواحد ال n اصلا كانت بواحد اوكي فانا دلوقتي جيت قلتولي ال stack pointer اترحلي منه تمانية ويعمل حاجات كتيرة وبعدين اعمل return طب ما دلوقتي لازم اجي في مرة اقوله ان ال stack pointer رجعوا رجعوا لي ليه اللي تمانية مثلا فهحتاج في ال step بتاع ال stop condition ان انا برضو هحتاج ان انا ارجع ال stack مكان هارستور ال stack تمام ده بس تكومنت في ال general يعني في ال recursion طيب عشان نفهم ال recursion اكتر محتاجين نتعامل معه المثال التاني هو ال gcd او greatest command divisor طيب عشان اجيب ال gcd بتاعت رقمين انا ممكن اجيب مثلا ال gcd بتاعت ال a وال b عبارة عن gcd بتاعت ال b و ال a ناتج الاسمة على ال b مش فاهمة لو انا مثلا عايز اجيب ال gcd بتاعت ال 30 وال 18 عبارة عن 18 و ناتج الاسمة بتاعت دعا ده هيديدني ونفرض مثلا 12 فقول الوقت ال gcd بتاعت ال 18 وال 12 تمام بعدين تبقى عبارة عن gcd بتاعت ال 12 و اسمة ال 18 على 12 اللي هو الاسمة ال 18 ال 12 بقى ال 18 دي عبارة عن 12 زائد 6 تمام فهجيب ال gcd بتاعت ال 12 وال 6 طيب بعد كده ال 12 وال 6 يبقى عبارة عن ال 6 و ناتج اسمة ال 12 على 6 اللي هو 12 على 6 فال2 ويبقى 0 المعامل المشترك الأكبر ما بين الـ 6 والـ 0 بيبقى 6 فدي الرول يعني أن الجيسي دي بتاع الـ A والـ 0 بيساوي إيه فانجنرال ده الـ ان لو حصل والـ B بقى بـ 0 ساعتها بأخذ أن الجيسي دي هو عبارة عن الـ A وبقف طيب لو أنا عايزة أطبق حاجة زي كده مثلا بالـ high level أو أن أنا طبقها بالـ بالقسملي خليني شوف ممكن نعملها ازاي طيب مبدئيا لو تلاحظ هتلاقي أن المثال هنا عايزة 3018 يعني لازم يكون الـ A هي أكبر من الـ B عشان الدينة اللي تكمل تمشي تمام فانت عمتا يعني لو جالك الـ A والـ B إيه شدي بتاع A و B يا إما أنا أجبهم لك سورتت يا إما إنت ابطرر أنت ترتيبهم الأول تعمل F-condition يعني F-A أكبر من الـ B تمام لكن لو F-A أهل من الـ B يبقى نجيب الـ G-C-D بتاع الـ B أو الـ B والـ A أوكي طيب هنا هنا عايزة أجيب الـ G-C-D بتاع مين بتاع الـ 8 والـ 4 خلقيني مثلا عايزة أجيب الـ G-C-D الـ G-C-D بتاع مكتوب هنا الـ A بـ 4 و الـ B بـ 8 ماشي هذه عبارة عن اسمة عبارة عن الـ G-C-D بتاع الـ 8 موسيقى هنقولنا هرتبهم الأول ما عليش هنقولنا هرتبهم الـ G-C-D بتاع الـ 8 الـ 8 والـ 4 ده عبارة عن الـ G-C-D بتاع الـ G-C-D هرتبهم بحيث أن الكبير يبقى الأول G-C-D بتاع الـ 4 و ناتج اسمة الـ 8 على الـ 4 مش عالة 8 موسيقى الـ 4 طبعاً 8 على الـ 4 بيساوي بيساوي 2 و بقى 0 يعني أنا أصدأ أقول ان الـ G-C-D بتاع الـ 4 و 0 هي بقى كام هي بقى 4 فالناتج هي بقى 4 تمام؟ ده بالنسبة للمثال ده أنا متوقع انه يكون في الآخر 4 الـ G-C-D بتاع الـ 4 والـ 8 هو 4 طيب عايزين نعملها هاي ليفل فأنا بقول ان أنا عندي المين ديتلي برامطر الـ A بـ 4 والـ B بـ 8 هات الـ G-C-D بتاع الـ A والـ B فكرة الترتيب دي احنا عملنا هنا ضمنين يعني كمش تلقاه هنا في كود بس هو المفروض يبقى فيه إث كونديشن أنا أعمله جوة هنا قبل منزل الـ G-C-D أو حتى جوة الـ Function يعني طيب فأسيوم ان الأرقام مترتبة ان المترتبة بحيث ان الـ A هي كبيرة عايزة نادي الـ G-C-D الـ A والـ B وارجع ناتج في ايه في ايه وبعدين براترنا زيرو طبعا دي المين يعني حاجة عادية اوكي طيب الـ G-C-D بقى بتعمل ايه بتاخد اتنين براتر الـ A زيرو مثلا والـ A واحد وتبدأ تعمل ايه بتشوف أنا هقول لها طبعا 4 وزيرو السببون جنشان بتاعنا ان الـ B تكون بزيرو لو الـ B تلعب بستوي زيرو براترنا ايه غير كده غير كده بعمل ايه بعمل حاجة بتاعت الـ 30 و 18 يبقى بعمل الـ 18 وي المود الـ 30 على الـ 18 الناتج اسمه الـ 30 على الـ 18 فيبقى عكاس تنا يعني يبقى الـ B وي الـ A على الـ B مودلس ده اللي بعملنه راتر اوكي ده بالـ high level مش مشكلة مش مشكلة فده بالنسبة الـ high level عايزة مسلا نكتبها بالـ assembly طبعا هيبقى عندي هنا main انا مش مش مشكلة بقى عندي هنا main وبشكل ما انا بعرف الـ A0 و الـ A1 تمام بحيث الـ A0 هتساوي 4 و خلينا نقول 8 و الـ A1 هتساوي 4 اوكي بعدين اقول اندل function بقوله jump and link gcd تمام وبعدين بعد ما بخلص انا مفهود برجع بالـ V0 فبقوله ان خلي V0 بتساوي طبعا انا مش بكتب بالضبط انا متعارفين انا ما بقول A0 بيساوي تمام ده معنا انه بقول add يعني تعامين add A0 و و مثلا والـ 8 والـ register 0 افهمين انا بس بقول لكم ايه السطور اللي احنا عمل بعدين V0 عايزة خليها بتساوي الحاجة اللي ترجع عايزة عايزة خلي اللي يرجع والـ A0 فبقول خلي الـ A الـ A نود بيساوي V0 بس اجمع لي عليها register 0 تمام يعني هجمع ده على ده وبعدين احط الناتج هنا ده معناه ان انا عايزة اقول A بيساوي من A بيساوي V0 يعني الحاجة اللي راك عمل function طيب طبعا انا ماشي خلاص خليني كده اقول خلصت function هنا هبدأ انادي اكتب الـ A بتاع function الـ gcd الـ بتاع بتعمل ايه بقى الـ function دي بتقول هل الـ B بيساوي 0 لو بيساوي 0 return ايه فانا اقول بيساوي بيساوي branch root equal branch not equal mean الـ A 1 و 0 لو دي بتسويش دي روح لمين روح للـ else او روح لبعدين يعني اوكي وانا هكتب else هنا غير كده لو الـ else كان لنص ما جاتش هراتيرن الـ A يعني خلي الـ V0 ما لها بتساوي الـ A فهقول له ان الـ ad V0 خلي الـ V0 بتساوي الـ A جبه الـ A0 والـ 0 طيب مجرد ما عملت ريتيرن بقى انا بقول له عايزة اقول له ريتيرن دي معناها ان انا عرفت اقول له jump register jump register R يعني اخرج لي بقى وروح لمين وروح لمين اصلا يعني تمام طيب لو انا ما كنتش دخلت لو الـ B ما كاتش بـ 0 هاجي هنا على else يبقى في عندي هنا label اسمه else else ده بيقول لك ايه بيقول لك هتلي الجيس دي بتاع الـ A بتاع الـ B والـ A على B يعني هقول له هندي الفونكشن بس هعرف البرامة ريزباس الجديدة الـ A 0 هي هتساوي مين هتساوي الـ B يعني هتساوي الـ A واحد تمام والـ A واحد مفروض بقى كنت احفظ الـ احفظ الـ B خديني مثلا اقول ان الـ B تفاهمين طبعا اللي ما هقول بيساوي دي معناها اي يعني كأنها ad operation يعني انا هنا عايز اعرف الـ step دي ان انا عايز اعرف الـ 2 برامة بتوع الفونكشن انهم اتغيروا فمعايا الـ A 0 بقت B والـ A واحد بقت بقى اسم الـ A على B خليني بس الـ A على B كده لو اسمنا فبقول div div A على B انا div الـ A 0 والـ A واحد طبعنا ان الاسم بقى فيها move from low move from high والmove from high هو نتج الـ remainder يعني هنقول له move from high نتج الاسم حطها لي في خليني بسلا نقول T0 وطالف في حاجة اسمها T0 تمام وبعدين هنجي بقى فوق كده عشان ايه انا خلصت كده المين بدأت الفونكشن عملت الحالة من غير else وبعدين دلت في else اللي هو الحتة دي طيب اسمت الـ A على B وطلعت النادج بتاعهم هو T0 اوكي وانا معايا معايا اصلا الـ A 0 بيساوي 4 و الـ B 0 بيساوي سوري الـ B 0 الـ A 1 بيساوي 8 انا عايز اقول له ان هاتلي الـ GCD بتاع الـ 8 بتاع الـ 4 وناتج اسمة الـ 8 على الـ 4 عايز اعمل انا انا فاول انا اسم الـ 8 على الـ 8 الـ 8 الـ 8 الـ 8 اللي هي موديلس يعني اوكي فاديوقت انا اسمت الـ 8 اخدته مفروم هاي اللوة T يبقى البرامتر التاني اسمه ايه يبقى الـ A1 الـ A1 هو T تمام T ممكن اعمل كده register zero اغمى register zero مع T zero وحطه في A فاعمل add تمام طيب البرامتر الاولاني اللي هو اسمه الـ B اللي هو A0 هاي ساوي الـ ممكن ممكن اعرف A0 الاول يعني ممكن اعرف A0 A0 بتساوي الـ A1 الـ A0 ده بيساوي الـ A1 تمام وبعدين اقول له ان الـ A1 البرامتر التاني بقى بيساوي الـ بقى اللي هو T0 بقى الاسم من الحاجة اللي انا عملتها الوقت انا كنت بعرف بس مين الـ A جديدة ومين الـ B جديدة عايزة بقى الـ function هقول له جنب 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 بعد ما يرجى هعمل ايه هخلي V0 بتساوي الحاجة الحاجة اللي راجعت وانه GCD يبقى مرة رديلتها في المين ومرة رديلتها بقوة الالس ده يعني اتمنى تديني بس تبقى واضحة بالنسبة للجزة دي في حالة الركيرجن ده هنا في المثال ده بيقول لي هتعمل إليه وقلتلك هات للجزة دي بتاعة two or more numbers يعني هات للجزة دي بتاع رقم كتيرة لانه ندخلك الرئي هتعمل إيه فمهم اتمنى ان احنا نكون بس عرفنا موضوع الرئيجن ونتخيل ايه البرامترز اللي انا ممكن احتاجها عشان نضيفها في الستاك وهنا برضو ممكن اضيف الستاك يعني لو عايز اطبق الستاك هاجي عند الفونكشن اول ما ادخل على الفونكشن على طول ببدأ ان انا اعرف الستاك بونتر بان انا اضيف فيه two parameters اللي هو الرا والزيرو وبخلي الستاك بونتر بضيف عليه تمانية او سالب تمانية ان انا احجز مكان في الميمور يعني two elements يعني او مكان في الستاك في two elements وبعدين قبل ما اخلص خالص قبل ما اعمل jump register r a اعمل load يعني بجيب القيم دي كلها عشان هي دي اللي انا ايه اللي عادي اشتغل عليه طيب هيفصل ايه لو كنا عايزين نجيب الجسي دي لارقام كتيرة طبعا هو هنا ده اللي high level بتاعها بس يعني انا اتخيل ان انا لو كتبته اسملي كده يبقى كبير بس خلانا انا اشرحه بس اللي عايزة جيب الجسي دي بتاعت two or more numbers مبدئين الجسي دي بتاع رقامين هو كده ان انت بتقول هل اه معرفش هو عكس assuming ان الايه هي الصغيرة او كده يعني ده ممكن دي handling case المهم يعني بنكتب الكود بتاع الجسي ده عادي ده الجسي دي ده اوكي طيب كتبت الكود بتاع الجسي دي بتاع رقامين والمين بقى بتقول لي ايه المين بتقول لي افرض بقى ان انت معك قري اثنين اربعة ستة تمانية ستاشر كمام فهيحصل ايه هتديلي الاري يعني هندي function فيها الاري وفيها طول الاري تمام طبعا ستة شر ده هو مفروض واحد اثنين تلاتة اربعة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة فلان المفروض تكون بخمسة ان دي لان عندي كم element يعني فهو هنا بس كاتب دي غلط يعني فان معي الاري ومعي المنت اللي فيه هبدأ هشوف الجسي دي بس انا ايه دخلي الاري فهشوف الفونكشن دي بتاخد الاري وبتاخد ايه لنس هتعمل فورلوب فورلوب على كل الاري فور اي اكوال واحد والاي بلس بلس والاي اقلم الان يعني الاري اللي قردت لما وصلتش للانس بتاعي كل مرة هجيب الجسي دي الرقمين اوهم الرقمين الجسي دي بتاع الاري الحالي اللي هو مثلا ملفر الاثنين والريزلت اللي هو هو طبعا بدأ من الاي اقل واحدة الاربعة هاته الجسي دي بتاع الاربعة والايه والاثنين هيطلع لرقم اللي هيطلع بقى جيب الجسي دي بتاعه هو والست هو والتمانية هو والستاشر اوكي هو ممكن بس هنا عشان عامل مفترض ان هما صورتت فاكيد الصغير هو اللي بيكون اليامادي هو عايز بس الكبير يعني دي لتكون بترتب طيب فالمهم انت هنا لو عايز نكيب الجسي دي الرقمين لسور الاري فانتبع عندك مين معايا الري الري of elements والطول بتاعه هاجي عند الفونكشن اللي بتعمل كده بتلوب على كل element سيبودة في الاري بس starting from element 2 وelement 1 انا اكون بخيارة 0 variable وابدأ اقارن element 2 مع element 1 اواجيب الجسي دي اليوم واتلع للريزلت بعدين المفروض الرزلت دي هي اللي هتدخل فيه اللوب بعد كده لان ناتج الجسي دي هحطوه في الريزلت اوكي بعدين هاجي اللوبة كل سنة مخلطتش هروح على الاليمنت اللي بعده واجيب الاري of i اللي هو الاليمنت اللي بعده وانه نفروض الاليمنت التالت وكرنه بيه الجسي دي بتاع او رزلت بتاع الاتنين اللي قبل كده اوكي يعني دي طريقة ودعم مثلا بركتس اكتر على التعامل مع الجسي دي مع الريكرجن ان انت ممكن عندك الرية تمام طيب برضو من الحاجات اللي هي يعتبر انا شايفة انها خفيفة ما فيش حاجة ان انت لو عايز تنادي الفونكشن ماروتين هنا كده اتخيل ان انا عايز تنادي الفونكشن دي ماروتين انا عندي هنا في المين في المين الA0 بتاعتي بتماني اوكي يعني البرامتر بتاع الفونكشن بتماني هاعمل jump and link فاكتوري يعني ايه يروح للفونكشن بعدين اقولي ان الناتج هحطه في التي واحد فانا هقوله التي واحد بشكل ما يعني هيساوي الفي زيرو اوكي ممكن اقوله الفي زيرو والزيرو واقول ات يعني الناتج هحطه لي في ايه في التي زيرو اوكي طب عايز انادي الفونكشن تاني لازم عرف البرامتر بتاعك ده في ايه ان هو هنا انتألوا ان الA0 فيها ااة طبعا لازم تقوله ان الA0 فيها ايه فتقوله الA0 الساوي ثلاثة طبعاًنا ممكن نعمل اللي هو الA0 register zero وثلاثة ببققة اي فانا كده عرفت مين عرفت ال اا اا ايه عرفت البرامتر التاني ممكن اكتبها هنا برضو الاد البرامتر الاوليان الهو الازيرو الازيرو والتمانية يبقى انا كده خلت في الازيرو تمانية هنا برضو عرفت وبقى بعد كده عمل jump and link jump and link jump and link وبعدين الناتج هحط في T2 فهقول ان الاد T2 حط في T2 من ال البيزيرو والرجستر زيرو تمام كده الازل فانكشن مرة بتاني بعد كده هعمل ايه هجمعهم مع بعض هجمع T1 و T2 فهقول له add T3 والT2 والT1 كمان بحاجم عدوله على بعض واحطهم في T3 طبعا المفور دي يكون في سطر تاني اللي هو الـ function اللي المنتشن بتاعه ده كده نوع الراع بس دعم مثلا ان انت مفيش حاجة انت بس محتاج كل مرة اتعرف ايه هو البرامتر اللي رايح الـ function وتقرأ اللي راجع وايه هو البرامتر اللي راجع اوكي المسال او الـ slides اللي جاه دي بس هتوضح ايه هو الـ stack وازاي طريق التعامل معا لو ما كانتش واضحة قوي احبا طيب نبدايا ان احنا بنبدأ نستخدم الـ stack the stack is used when we exclusively used the register and we can't overwrite any of them يعني لما يكون عاد الـ register تكترت ومش عارف ان انا او ما ينفعش ان انا بـ overwrite الـ values دي لازم نحط الـ stack نعم؟ يعني ما انا بحط الحاجة في stack لان انا متأكد ان انا هعمل لها overwrite طيب انت ليه متأكد ما انت مو كسابا variables تغير الـ variables لا لان انا اصل limited بالنمبر و variables اللي هي 32 register وبالتالي in that case we use the stack to store temporarily the register values then overwrite them and then read them back طيب تبسل مثال بسيط للتعامل مع الـ 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 stack pointer لو فرضنا ان انا مثلا اعرف 3 variables في الـ stack وابدأ اطبق حاجات وبعدين هابدأ ان انا load الحاجات من الـ stack تمام؟ لو انت عايش تعمل ايه عايزة سيف عايزة اتعامل مع 3 register T0 و T1 و S0 دول هتعامل معهم وانا متخيل ان انا ممكن يكون دول اصلا موجودين في المين وحد او موجودين في function تاني فيحصل ايه هم 3 parameters او 3 variables هاحجز stack بين بقيمة 3 اللي هو 3 ف4 اوكي هو اصلا المفروض ان هو موضح في الـ slider اللي بعد كده طيب وهيبقى يقول لك افرض ان الـ stack بتاعك موجود عند ما كان اسمه 40 فانت هتحجز هتقول له انا عايزة حجز لـ 3 اماكن تحت اوكي فالـ stack لما يبقى عندك 40 تطرح منها 12 هاديك كام 28 فالـ stack pointer دلوقتي وقف فين عند الـ 28 اوكي هتيجي انت تقول له ان الـ stack pointer الـ 28 اجمع لي عليه 8 ما بقولش حرك الـ stack انا بقول بقول اجمع على كمت الـ stack 8 يعني 28 زياد 8 مش عارفة 36 حطيلي فيها تي 1 وكمت الـ stack pointer اللي هي 28 اجمع لي عليها 4 اللي هي 32 وحطيلي فيها تي 0 وبعدين الـ stack pointer اللي هي 28 يجمع لي عليها 0 اللي هي 28 وحطيلي فيها S0 فهيعمل كده اوكي بعدين هيبدأ يعني هو الـ S0 دي موجودة في أماكن تانية في ميمور تانية او الميمور بتاع الميبس يبدأ يعدل فيها وبتاع وكل حاجة وبعدين هيجي في الاخر يعمل ايه يقول انا عايز اجيب بقى القيم دي انا عايز اجيب القيم دي اوكي لما هيجيبها يعني انا بقول له لو سمحت شوف الـ stack pointer بيشاور على ايه اقول له بيشاورها 28 اجمع لي عليها 0 يعني هيقف عن 28 وهاتلك كيمة اللي جواها وحطها لي في S0 يبقى هو بيلود S0 وبعد كده الـ stack pointer اجمع لي عليه 4 وهاتلك كيمة اللي جواها وحطها لي في T0 طيب والـ stack pointer وكذا المهم هقراهم بعدين هخلي الـ stack pointer ما قال له هجم على 12 يعني هخلي يعمل ايه هخلي يوقف هنا لما هو الـ stack pointer اللي بقى هو في هنا يبقى كل اللي بعد كده ده ما قال له ما قال لهش لازمة لان انا هاجي بنفس الـ instruction دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي هاجي بعد كده هحط instruction انا هنا انا هخلي instruction هنا اوكي فأي value موجودة هنا يبقى لهاش لازمة طيب ما فيش حاجة بتشاور عليها او مش هاجي اشاور عليها خالص يبقى ايه يبقى هي ضمي variables اوكي فده اللي بيحصل ان انت بتبدأ تتعرف في تعرف في تتعرف في هحكس مكان في الـ stack بكم سل وتبدأ تستور الـ values دي بترتيبه الـ stack عمتلا اسمه first in last out او last in first out فبترتيبهم بحيث ان انت لو حطيت في المكان ده T0 هنا T1 هنا كذا تبدأ تاخد من الاخر اخر حاجة انت عملتها اوكي انا حطيت حطيت ده الاول وبعدين ده وبعدين ده فابدأ اقردها وبعدين ده لان اخر حاجة انا حطيتها لمفروض اول حاجة اقردها ده شكل الميمور بتاع الـ stack يعني طيب ده بس بالنسبة للrecursion اتمنى ان احنا نخدم دولة المثالين بتاع الجسي دي والفاكتوريال سواء كان بالشكل العادي او بالrecursion اتمنى دين انت بقى واضحة هي ما فيش اي حاجة خالص فكرة بس انك تبقى فاهم يعني ايه recursion وفكرة ان انا الفونكشن بناديها بس كل شيء بغير برامتر وان انا عندي stopping condition بس فما فيش اي حاجة واللي ما بتيجي فاللي stopping condition بطارة تعمل jump register r a بس اوكي ايه 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 انشاء الله انتبه محطرة قايا